ينضم إلينا مرسلاء الغد من واشنطن عمر محمد ومن ميشيغن عمر بشير ونبدأ من واشنطن مع عمر محمد عمر وصل التصويت المبكر إلى رقم قياسي غير مسبوخ في الولايات المتحدة الأمريكية 94 مليون تقريبا دلالة هذا الرقم وقراءة في طبيعة موقف الأقليات وتأثيرها في المشهد الانتخابي الآن أهلي ياسر طبعا هذه الأرقام التاريخية الحصيلة التاريخية للتصويت أو الاقتراع المبكر في الولايات المتحدة تأتي تناسبا مع الانقسام الكبير الذي تشهده الولايات المتحدة بين المحافظين الجمهوريين من جهة وديمقراطيين الليبراليين طبعا فيوس كورونا أثر بشكل جلي على الاقتراع المبكر خاصة من خلال تصويت عبر البريد وأثر أيضا على أنصار دونالد ترامب للخروج للتصويت الشخصي كانت بالفعل موجة زرقاء حسب ما وصفها جو بايدن أي موجة ديمقراطية لكن يتوقع أن تكون هناك موجة حمراء بالتصويت في الثالث من نوفمبر في إشارة إلى الجمهوريين بالنسبة لتأثير الأقليات على غرار مثلا الأمريكيين من أصول أفريقية نعم بالنسبة للتعداد الوطني هم يعتبرون أقلية لكن بالنسبة للانتخابات والتصويت في العديد من الولايات يشكلون نسب كبيرة بالغة في الأهمية على غرار تسعة وثلاثين بالمئة في إحدى الولايات وأربعة وثلاثين بالمئة في جورجيا إطلانا لربما الرئيس الأمريكي أو أي من المرشحين سيكون بحاجة إلى واحد أو اثنين بالمئة لمعادلة الكفة أو رجحان الكفة لصالحه فما بالك في ثلاثة وثلاثين بالمئة أو أربعة وعشرين بالمئة في كل من نورث كارولاينا مثلا وأيضا ساوث كارولاينا نسب كبيرة هي جلف الأهمية الرئيس الأمريكي الآن يستعرض أمام الأمريكيين من أصول أفريقية وأمام الأمريكيين من أصول لاتينية في مقدمتهم الكوبية في الولاية المتأرجحة الأهم وهي فلوريدا لكن أيضا بايدن يسعى للأمريكيين من أصول أفريقية السود من خلال حصد الدعم والتأييد لباراك أوباما الذي شارك في العديد من المدن المهمة التي تعتبر معقلا للأمريكيين السود على غرار انطلاق أول فعالية أو حملة في فلادلفيا شارك خلالها الأسبوع الماضي باراك أوباما نعم الديمقراطيون موحدون بشكل كبير نعم أقصد الحزب الديمقراطي والجمهوريون يقفون خلف شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيكون في أربع من أهم الولايات المتأرجحة في بنسلفينيا وميشيغن ونورث كارولاينا وويسكانسن هذا اليوم لك يا سيد عمر بشير في ميشيغن أذهب إليك مباشرة ميشيغن إليها يعود ترامب اليوم عمر حسب المعلومات هي أولاية متأرجحة ليست الزيارة الأولى وربما لا تكون الأخيرة لا أعلم لكن يبدو هناك تركيز كبير من جانب الجمهوريين وترامب شخصيا على ميشيغن ترى ما هو الجديد الذي ربما يحمله ترامب اليوم إلى ميشيغن نعم بزيارة الرئيس الأمريكي إلى هنا المساء هذا اليوم أو في ليلة هذا اليوم يصبح إجمال الزيارات التي أتمها ترامب منذ بداية هذا العام إلى ولاية ميشيغن هي تسع زيارات وهذا رقم كبير أربع زيارات تمت في الأسبوع الماضي فقط الرئيس الأمريكي والجمهوريون مهتمون بأصوات هذه الولاية التي انتزعوها من الديمقراطيين في الانتخابات الماضية في العام الفين وستة عشر هنا ستة عشرة نقطة هامة يتنافس عليها أو يتقاتل عليها الجمهوريون والديمقراطيون الحملات تشتد هنا ترامب يوم أمس كان هنا في ولاية ميشيغن وهاجم كعادته المرشح الديمقراطي بايدن وقال أمام الميشيغيين قال إن لأنه يخاطبهم بلغة الاقتصاد هذه المدينة اقتصادية بالدرجة الأولى قال إن بايدن سيؤدي إذا ما تم التصويت له إلى تجريد ميشيغن من صناعة السيارات أحد أهم أبرز موارد هذه الولاية قال أيضا إن بايدن سيؤدي إلى تقليل النمو ونقل وظائفكم إلى الصين هو يحاول أن يجذب المزيد من الأنصار له كي ينجح في هذه الولاية على يتحال مراكز الاقتراع هنا تغلق عند ساعة ثامنة لتعلن انتهاء التصويت المبكر الذي بدأ في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وينتهي هذا اليوم عدد الناخبين الذين طلبوا ورقات التصويت المبكر وصل إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شخص من صوت فعليا إلى الآن مليونين وستمائة ألف شخص وهذا الرقم قابل للزيادة مع نهاية هذا اليوم ولكن بحد أقصى إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف شخص ويبقى هذا رقم كبير جدا في هذه الولاية التي سجلت في العام الفين وثمانية أعلى نسبة مشاركة في تاريخها بلغت خمسة ملايين وثمانين ألف شخص هذا الرقم واضح أنه من المرجح بقوة أن يتم تجاوزه في هذه الانتخابات بناء على التصويت الكبير الذي تم هنا في ولاية ميشغل والتي سيتضاعف يوم غد أيضا في اليوم الكبير لهذه الانتخابات أيضا بايدن قال أن ترامب هو خطر على أمريكا أكثر من فيروس كورونا وترامب أيضا يواصل هجومه على المرشح الديمقراطي بايدن وأيضا النتائج الانتخابات جرت العادة تاريخيا أن تعلن في منتصف ليلة نهاية الانتخابات لكن هذا الأمر يبقى مستبعدا على الأرجح هنا في ميشغل تحديدا أيضا في باقي الولايات نظرا للتصويت الكبير على البريد حيث قالت وزيرة خارجية الولاية أن هذه الإجراءات قد تصل إلى أسبوع بدلا من يوم واحد وهذا أيضا ما قالته حاملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعود إلى وشرة مرة أخرى مع عمر محمد عمر تبعت نتيجة الاستطلاع رأي أجراته نيويورك تايمز مع أحد مراكز الاستطلاع تحدثت فيه عن التقدم الديمقراطيين وبايدن في الولايات المتأرجحة إلى أي درجة هذا الاستطلاع واقعي وحقيقي وانعكاسه على العملية التصويتية في الساعات القادمة نعم ياسر هناك زاوية ميل لكل مؤسسة اقتراعية مؤسسة إعلامية قد تكون حتى مثل نيويورك تايمز بزاوية ميل محددة باتجاه الديمقراطيين أو الجمهوريين باتجاه ترامب أو معادة ترامب لكن دعني أقول هنا الديمقراطيون ميالون على العموم للمشاركة أكثر بالنشاطات العامة للمشاركة أكثر باستطلاعات الرأي والإجابة على هذه الاستطلاعات أكثر من المحافظين في ذات الوقت هناك استطلاعات رأي أخرى على المستوى المحلي للولايات الديمقراطية والجمهورية تشير بتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حساب جو بايدن بنقطة أو نقطتين طبعا ورد هنا اسم باراك أوباما خاصة أنه دخل في الحملات الانتخابية لجو بايدن كداعم بنسبة كبيرة في ميشيغان وولايات أخرى لربما هذا انظر ياسر هذا جزء من تأثير باراك أوباما على ساحة الانتخابية بات اسمه يتردد كثيرا خاصة وأن جو بايدن ليس فاعل على المستوى الشخصي في الحركة في الحملات الانتخابية نعم بالعودة إلى استطلاعات الرأي زاوية الميل هي التي تحدد غالبية استطلاعات الرأي ما إذا كانت جمهورية أو ديمقراطية في ذات الوقت هناك هامش خطأ كبير تحميله هذه الاستطلاعات على غرار ما حصل عام 2016 تحدثوا في ذاك الوقت عن 16 نقطة تقدما لهيلاري كلينتون والآن يتحدثون عن 19-14 نقطة فالأمر لربما يضع هذه الانتخابات في دائرة عدم اليقين يا ياسر كلها ساعات قليلة وتظهر الرؤية عمر محمد من واشطن أشكرك شكرا جزيلا وشكر موصول لزميلي عمر بشير من ميشيغان اشتركوا في القناة